السلام عليكم معكم دكتور السيدة محمود إريطا ناس كتير بتعاني من الخشونة ومن التهابات المفاصل وتأكل الغضاريف وبتطروا يستعملوا مسكينات وبيستمروا على فترة طويلة ودي بتأثر على الكبد وممكن تعمل ارتفاع في انزيمات الكبد وبتأثر على الكلا وبتزود وترفع ضغط الدم عشان كده احنا جبنا لكم النهاردة دويين عبارة عن مكمل غزائي بيساعد في علاج الخشونة والتهابات المفاصل وفي نفس الوقت بيقلل الألم اللي بيحصل نتيجة الوجع ألم الظهر والتهابات المفاصل الروماتيزمية والناس اللي عندها نقرس وعندها التهابات شديدة وعايزة حاجة مسكال ألم طبيعية وفعالة معانا نهاردة أول دواء اللي هو بيسكالدين 300 كابسول زي ما حد شفته بيسكالدين هو دواء مستورد من فرنسا هو عبارة عن مكونات طبيعية وفعالة عبارة عن خلاصة فولسوية وخلاصة الأفوكادو فولسوية ده غني بالأحماض الأمينية المفيدة جدا والأفوكادو صمرة الأفوكادو اللي لها خواص موضة الأكسادة العشبين دولة بيساعدوا على إيه؟ بيساعدوا أنه هم يكونوا مادة الكولاجين ومادة البروتوجليكان في الجسم فبالتالي حيقللوا من تآكل الغضاريف ويساعدوا على بناء الغضاريف في الجسم وكمان مش كده بس لا ده عيقللوا من التهابات المفاصل ويعيعالجوا الخشونة وفي نفس الوقت عيعالجوا كل التهابات اللي بتحصل في الجسم وفي العظم وفي المفاصل اللي بتحصل في العمود الفقري وخاصة ألام أسفل الظهر طيب البسكالدين ده أمان ومالوش أعراض جانبية وجرعته هي كابسولة واحدة كل يوم بعد الفطار أو الغدى وبنستمر عليها من الفترة التالي 6 شهور في علاج الخشونة وبتجيب نتائج متميزة جدا الدواء ده مالوش أي أعراض جانبية الدواء ده سعره 54 جنيه وسعره غالي شوية بس عشان مستورة بس فعلا بيجيب نتائج مع ناس نتائج هيلة جدا مع ناس كتير الدواء التالي اللي معانا وده دواء يمكن ناس كتير ما بياخدوش بالهم منه أو مش مدود في السوق ولكن في عبارة عن مواد طبيعية وأعشاب فعلا جدا اللي هو أرئيز أقراس زي ما حاجة شفتوا أرئيز أقراس عبارة عن خلاصة أعشاب الكوركم اللي هي فهمة الكوركمين المضادة للتهابات والقوية جدا للتهابات المفاصل كمان فيها خلاصة الكرافسة وفيها كمان عشبة الزعرور وكمان خلاصة القويسة وكمان عشبة مخالب الشيطان وكل دي عبارة عن أعشاب طبيعية بتساعد في التهابات المفاصل وقلم العظم وتعب العظم وكمان بتساهم كمان في علاج الخشونة والجرحة بتاعتها هي كابسولة بعد الأكل من مرة لثات مرات في اليوم يعني حتى كفاية لو إحنا استمرنا من كابسولة بعد الفطار وكابسولة بعد العشية يعني مرتين في اليوم كفاية بس اللي عايز أقول عليه إن ياريت الدواء ده يعني ياريته ناخده بس بعد الأكل عشان لو سبب التعب بصف المعدة في ياريت يكون ايه بعد الأكل هي عشاب أمنة وطبيعية بس مرضى القلب مرضى القلب وكمان المرضى اللي هم عندهم قرحة في المعدة بلاش يستخدموا الدواء ده هو ممكن بس يعمل التعب بصف المعدة ممكن ناخد معاه أي علاج للمعدة مفيش مشاكل لكن هو علاج آمن وفعال وأعراضه الجانبية بسطة جدا وبيجيب نتيج متميزة جدا في الخشونة والتهابات المفاصل وتأكل الغضاريف بس ياريت نستمر عليه فترة شهر ياريت نستمر عليه فترة شهر الار اس كابسولات عبارة عن علبة فيها شرتين باربعة وثائتين جنيه علبة فيها شرتين باربعة وثائتين جنيه يعني برضو سعرها مش غالي و سعرها رخيص يبقى احنا اتكلمنا النهاردة عن البسكالدين 300 كابسول واتكلمنا عن الـ R-A-S البسكالدين والـ R-A-S تمام زي ما حالتكم شايفين بسكالدين و R-A-S البسكالدين علبة عمل 54 جنيه والـ R-A-S علبة عمل 34 جنيه طيب يا دكتور ينفع نستخدم البسكالدين والـ R-A-S مع بعض ممكن نستخدمهم مع بعض بس البسكالدين 6 شهور الـ R-A-S بس نستمر عليه لمدة شهر واحد بس خد بالك يا جماعة الناس اللي عندهم خشون او التهابات في المفاصل او اللي عندهم تعف في الفقرات او ألم في الفقرات او ألم اسفل الظهر برضو لغنى عن زيارة الدكتور ويأخذ العلاج الدكتور احنا بس من وعي الناس بالأدوية اللي لها اللي لها فوايد ويتعتبر من مصادر طبيعية وملهاش اي عراج جنيبية وتستخدم علاج مكمل مع العلاج اللي بيصفه اللي بيصفه الأطباء فالأدوية ده هي لا غنى عن زيارة الدكتور ولكن دي الأدوية اللي بنقول عليها أدوية آمنة وفعالة كمكملات غزائية وكأعشاب طبيعية بتدي نتائج فعالة جدا في خلخشونة والتهابات المفاصل زي ما قلنا وفي تعب الغضاريف وتأكل الغضاريف وألام العمود الفقري وألام أسفل الظهر تمام؟ أهم حاجة الوزن الزيادة لازم يقل وخاصة في الخشونة وكمان الحركات الغلط والشيل التقيل كل دي والوضعية الأعدة الصحيحة كل دي الحاجات دي لازم تتغير لإنه طبعا وزن التقيل عيقصر طبعا ويزود الخشونة وكمان عيزود الحملة على العمود الفقري وعيعمل تعب في الفقرات وعيقصر على المفاصل عشان كده الحاجات دي لازم الرياضة 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 ومارسة التمارين الرياضية دي حاجة لابد منها ولازم اتباع النظام الغذائي الصحي مع الأدوية اللي احنا تكلمنا عنها ومع تشارة الأطباء يارب الفيديو يكون عجبكم ويارب تكون استفادتم سلام عليكم